موسيقى أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من عين الحدث اليوم وبعد أكثر من سبع سنوات على الحرب في سوريا والتوتر السياسي الذي حصل على صعيد العلاقات بين الأردن وسوريا هل نشهد انفراجا للعلاقات بين البلدين نتيجة التطورات الإقليمية أم هو استمرار للعلاقة ولكنه أصبح في شكل علني يرافقه زخام إعلامي الليلة في عين الحدث نستضيف نقيب المحامين الأستاذ مازي النرشيدات أهلا بك أستاذ مازي ونستضيف أيضا سعادة النائب طارق خوري أهلا بك أستاذ طارق لكن قبل الحوار مع ضيوفي الكرام نشاهد معكم مشاهدينا هذا التقرير بعد أن وضعت الحرب في سوريا أو زارها أو شارفت أصبح النظام السوري المنتصر حسب زعمه واقعا يفرض نفسه بقوة على العالمين العربي والدولي وباتت عودته إلى الجامعة العربية مطلبا تتردد أصداؤه في الدول العربية سياسيا وشعبيا الأردن وباعتباره جزءا من هذه المنظومة العربية لا بل وباعتباره جارا جغرافيا لسوريا ونسبة لعمق العلاقات التاريخية ما بين الشعبين لم يخف مسائه الحكومية والبرلمانية على حد سواء لاستعادة العلاقات مع النظام السوري بأشكالها كافة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا فجلالة الملك وخلال لقائه بمجموعة من الصحفيين كان بيّن أن الظروف في سوريا باتت مواتية لعودة العلاقات إلى سابق عهدها تدريجيا متمنيا كل خير للسوريين أما مجلس النواب فقد كشف عن الجهود الأردنية الجادة لإنهاء تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية وتأتي هذه التصريحات من المجلس بعد أسابيع من زيارة وفد برلماني أردني بالرئيس السوري بشار الأسد في دمشق كانت تهدف إلى مد جسور التعاون وإعادة الدفع بالعلاقات السورية الأردنية كما كان وطرح قضية المعتقلين الأردنيين هنا حسب ما صرح به النواب بعد الزيارة الحكومة الأردنية وعلى لسان ناطقتها الإعلامية أكدت أن الأردن منفتح على العلاقات مع سوريا فالحدود بين البلدين قد تم فتحها والحركة بينهما مستمرة مبينة أن الأردن ومنذ اللحظة الأولى للنشوب الصراع في سوريا كان موقفه ولا يزال واضحا بأن الحل للأزمة هناك لا بد أن يكون سياسيا يفضي إلى إنهاء معاناة السوريين والحفاظ على وحدة أراضي سوريا مضيفة أن هناك جهود أردنية مستمرة بهذا الاتجاه لضمان عودة دور سوريا الإقليمي وفي ظل كل هذا وذاك يبقى الشعبان الأردني والسوري هما المستفيدين الأول من انتهاء الأزمة السورية لأن الجغرافيا بينهما وإن أبت أن تجمعهما فسيرفض تفريقهما التاريخ أهلا بكم مشاهدين من جديد ونبدأ الحوار مع الأستاذ مازين رشيدات أستاذ الكريم في الشهور الأخيرة شاهدنا زيارات برلمانية وأيضا نقابية كثيرة بين الجانب السوري والجانب الأردني هل هي إعادة تأهيل العلاقات بين الجانبين أم هو نجاح للأردن في إدارة علاقته مع سوريا وكسب الرهان رغم الضغوطات الحلفة عليه طوال الفترات السابقة شكرا لك أستاذ قادسية الحقيقة أنه إحنا دائما وأبدا أي دولتين بصير فيه خلل في العلاقات السياسية من يعيد هذه العلاقات النشاط أو الحراك الشعبي النقابي النيابي بدليل أنه افتتاح المعبر في 15 عشرة 2018 كان أول وفد نقابي يدخل إلى سوريا من معبر نصيب هو وفد نقابة المحامين والحقيقة نقلنا رسائل إلى الأخوة السوريين وحملنا رسائل من الأخوة السوريين إلى الأردن وكانت هذه الرسائل جميحة إيجابية يمكن على طبيعة الوضع اللي كان وكلهم والأخوة السوريين يقدروا تماما أن الأردن كان يعاني من مشكلة جيوسياسية وهناك ضغوطات يعني كانوا مدركين لهذا الأمر مدركين مية بالمية وأنا من خلال لقاءاتي مع المسؤولين السوريين على مدى الأزمة كانوا يدركوا أن هناك حالة من الضغط السياسي الاقتصادي على الأردن لا ننسى أن الأردن مع إغلاق الحدود الأردنية السورية عندما احتلوها المسلحين أصبح شبه محاصر لأنه من الشمال مغلق من الشرق مغلق من الغرب مغلق بقيت جزء من الحدود مفتوحة فعمليا الأردن كان مخلوق لذلك هم يقدروا هذا الوضع كانوا تماما ويدركوا أن الأردن أعني الحكومة كان يقع تحت ضغط سياسي نتيجة الأوضاع الجيوسياسية الموجودة لكن كشعب أردني وشعب سوري لا يمكن أن تنقطع العلاقات بين الشعبين كما هو الحال مع الشعب الفلسطيني لا يمكن أن تنقطع لأن هذه علاقة تاريخية علاقة جذرية نحن في ترابط يعني آخر رئيسين حكوماتهم من سوريا الجذور طبعا الجذور سوريين يعني حتى اليوم رئيس مجلس الأعيان طلع جده سوري جده الأمه فعمليا نحن نحكي أنه ربما يقول لأن الأردن دولة مواطنة تمام فما حدا بقدر يفصل هذه العلاقة بين الشعوب إن اختلفت القيادات أو الحكومات ما بجوز هذا الكلام ينعكس على الشعوب وبالمناسبة ترى يعني الرئيس بشار الأسد قال كلمة مفيدة وخاطب فيها خاطب فيها كثير من الوفود الحزبية النقابية الشعبية التي زارت سوريا وخاطب فيها ترى السوري والأردني إنه لا ترتبطوا بالخلاف السياسي بين الحكومات أنت مساحتك أوسع أنت أرضيتك أوسع ابقوا على تواصل أنت الأمل لكي تعود العلاقات دائما بين الدول نعم طب أستاذ مازن لا نريد أن نطير على صعادة النائب لكن كان هناك زيارة من وفد نقابة المحامين السوريين كيف تقيمون هذه الزيارة؟ الحقيقة أنه يعني أنا بعتبرها بعتبرها زيارة مميزة لأنها زيارة أول وفد نقابي سوري للأردن لم يسبقها زيارة لا وفد رسمي ولا غير رسمي يعني هي عبارة عن عبور مواطنين بين الدولتين لكن زيارة وفد نقابة المحامين السوريين هذه زيارة مميزة لأنه أول وفد نقابي سوري يزور الأردن وليش مميزة؟ لأنه أنت بتتحدثي عن نقيب محامين هو عضو مجلس الشعب ويوجد أيضاً عضو مجلس نقابة هو عضو في مجلس الشعب ويمثل الحزب الشيوعي مش حزب البعث يعني باللهي فهدولا يعني نقيب المحامين عضو مجلس الشعب عضو لجنة الدستور رئيس لجنة الحريات في مجلس الشعب نعم هو عضو لجنة المفاوضات في سوتي هو مسؤول هو سياسي قبل أن يكون نقابي هو حزبي مجيء مجيء بحذ ذاته له دلائل ومعاني ورسائل سياسية أكيد وقوبلت حملت هذه الزيارة في طياتها معاني ورسائل سياسية للأردن يعني علاقة تحبية أكثر ربما هناك علاقة فيها نوعاً من الدفع في خلال هذه الزيارة هذا صحيح وقابله أيضاً ما شهدناه من تعامل مع الوفد نقابة المحامين السوريين ليس من نقابة المحامين الأردنيين وإنما من المسؤولين الأردنيين يعني ما جرى على الحدود في جابر نعم كان لك اليوم لقاء مع مجلس الأعيان نعم 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 سألنا تحدث في هذا الموضوع المعامل التي تلقاها الوفد وأيضاً لقائكم مع رئيس مجلس الأعيان لكن سننتقل إلى سعادة النائبة طارق خوري هناك انفتاح أردني نحو سوريا هل هو الواقع الإقليمي الذي يحدد السياسة الخارجية للأردن أو فرض هذا التغير أم أن السياسة الأردنية الخارجية ترى أن هناك ضرورة للانفتاح على سوريا شوفي أول شيء أنا برأيه كلمة انفتاح أو أنه عودة الألاقة أو احنا مفروض شعب واحد وإحنا إذا نرجع للتاريخ احنا دولة واحدة أمة واحدة فبالنهاية أنا برأيه كل ما حصل بالسابق هو نتيجة للضغوطات التي مورست على الأردن من قبل الأمريكان ومن قبل السعودية ومن قبل الصهاينة في النهاية بان الأمر واتضحت الأمور بشكل واضح أمام الجميع يعني الأستاذ مازن بجوز كمان كان من الناس اللي زي بداية الأزمة من أول يوم وقفين مع سوريا وكننا عناءنا كان إذا كان تسعين بالمئة من الناس ومعاملة الناس والإعلام اليوم نزل لعشرة بالمئة فبالأخير الناس اكتشفوا اللي كنا نحكي عنه قبل سبع سنين أنه حق اكتشفوا الآن الناس أنه حق وأنا بدي أحكي بداية الألاقات يعني الأستاذ مازن حكاها كلمة مهمة أنا أضيف عليها أنه مجلس النواب مجلس الأمة والنقبات هي أساس عودة العلاقات أو أساس الزيارات أو أساس التواصل هذا إشي يجب أن يكون لأنه إحنا ممثلين الشعب إحنا ممثلين شعب إحنا منتخبين إحنا مجزل الحكومي يعني إحنا رأينا بإيدنا وشورنا بإيدنا ونابع عن عقيدتنا عن إيماننا عن تربيتنا السياسية عن انتماءنا السياسي فلذلك كانت زياراتنا إلها معاني وأمرأي معاني أكبر لو كانت حكومية لأنه أنا رايح ممثل للشعب أنا كمجلس النواب النقابة هي منتخبة والنقبات التي نعرف إحنا انتخاباتها بالأردن بالذات هي تمثل تيارات وحتى أحزاب ويعني هي ممثل حقيقي لإرادة الشعب فالزيارتين كانوا أو زيارات النقابات وزيارة مجلس النواب أنا برأيي كانت أساس للديبلوماسية خلنا نحكي النيابية والديبلوماسية النقابية وأدت إلى انفتاح لأنه عم نتعامل شعب مع شعب إحنا بالأخير لما رحنا هناك التقينا حتى مع النواب شعب لما التقينا مع الرئيس بشار الأسد برضو حكيان أنا بحب ألتقي ممثلين الشعوب لأن أسمع الشعوب شو بتحكي فإحنا بالنهاية زي ما حكينا لك إحنا الأمور عادت كما يجب أن تكون بالعكس السفين فتاح وأنا نحكي كمان الصح إحنا مناش نظلنا نكون سلبين الحكومة الأردنية عم تتعاون بشكل كبير جدا وشكل ربما كان في البداية بطيء الآن عم بتسارع والآن فيه اهتمام كل مستويات الحكومة على تلبية الالتزامات أو الطلبات أو المواضيع التي تم التفاهم عليها يعني قريبا جدا إن شاء الله خلال أسبوع هذا ستفتح الأجواء السورية يعني بجوز تابعت وطلبت تحت القبة أنا بفتح الأجواء السورية وارسلت رسالة لدولة الرئيس لأنها منسية موضوع منسية ليش مغلقة ليش نروح فيه الكيان الصهيوني احنا وندفع رسوم إضافية ونفيده يعني الأجواء السورية هي فائدة للكيان الصهيوني فراح وفد من سلطة الطيران المدني إلى سوريا يوم الأربع والخميس واجتمعوا واتفقوا على كل أمور والآن إن شاء الله الأسبوع هذا منسمع كيف كان تعاطي الحكومة مع هذا الميلر؟ شوفي كان إيجابي يعني أنا بدي أحكي بصراحة أنا عادتي يعني بكون دائما خلنا أحكي معارض لكن في الأمور اللي مشت وكانت صح يعني أنا بحكي لك في الحكومة كانت متعاونة مواضيع النقل كانت متسارعة التعلق بوزير الداخلية أيضا كانت تسير بشكل الآن عم نشترع الزراعة الزراعة ما زال في شوية يعني خلنا أحكي سوء تفاهم أو ما فيش انفتاح كما يجب لازم نشترع عليه ونتابع هالأمور لكن أنا شايف الأمور تسير في الاتجاه الصحية واللي بدي أحكي للمبطئين اللي ذكرناهم قبل اللقاء أنه عليهم هم يشدوا حيلهم ويلحقوا بلا شتروا عليهم نعم شكرا على هذا التوضيع أستاذ مازن تحدثت قبل قليل عن الحفاوة التي تم الترحيب فيها للوفد السوري وأيضا كان هناك اليوم لقاء مع رئيس مجلس الأيان هل لك أنت حدثني أكثر عن ما دار في هذا الحديث؟ يعني أنا بدي أرجع شوية لزيارتنا إحنا لدمشق ولما عدت عملت مؤتمر صحفي وتحدثت فيه عن الزيارة فسألني أحد الصحفيين هل ذهبتم بموافقة الحكومة؟ أو هل هي راضية عن يعني هاي؟ فكان جوابي أنه إحنا ما بنوخذ موافقة حدا إحنا نقابات قرارنا بإيدنا ما بنشاور حدا لكن ما رأيناه من تسهيلات لنا من الحكومة الأردنية في الحدود من الأجهزة الأمنية أو الجمارك أو المخابرات أو كذا كانت تدل على الرضا المبارح أو أول المبارح لما إجل الوفد السوري ووصل وأنا من خلالكم بدي أوجه شكر لهم هذولا جنودنا في معبر جابر الحقيقة شيء يرفع الرأس استقبال يليق بالرؤساء وليس بمنقابة محامي اللي كان موجود التسهيلات اللي موجودة سرعة الإنجاز الضيافة الكريمة هذا كله بدل على أنه في رضا في رضا حكومي وأنا بتصور مش بس حكومي في رضا على مستويات عليا نعم في هذه الزيارة لكن أنا ما لفت نظري أنه أول وصول أول وصول الوفد السوري يوم الخميس كان هناك رقاء لنقيب المحامين السوريين على قناة المملكة وهذا له دلالة ومعاني أن تستقبل نقيب المحامين السوريين على قناة المملكة في ساعة الوصول هذا له دلالة أنا بالنسبة لي أقول تقصر منها إرادة سياسية نعم إرادة سياسية وكما الإقراضة رسمية اليوم سرني وأفرحني اللقاء مع دولة فيصل الفايز رئيس من الإنسلعية الحقيقة كان هناك رسائل مهمة حملها إلى نقيب المحامين السوريين وإلى مجلس دقات المحامين السوريين الرسائل كانت عناوين مهمة أبرز هذه العناوين تتحدث عن ثوابت وهو سماها ثوابت الثابت الأول أن الأردن مع سوريا مع وحدة سوريا مع قوة سوريا وبقاءها موحدة أن الأردن لم يقطع علاقاته الدبلوماسية مع الجمهورية العربية السورية السفارتين بقيتها مفتوحتين بغض النظر على المستوى التمثيل التنسيق الأمني لم ينقطع بين الأردن وسوريا وخصوصا مساهمة الجيش العربي الأردني في موضوع عودة القوات السورية قوات الجيش العربي السوري إلى الحدود الأردنية ومساهمة الجيش الأردني في مكافحة ومحاربة الإرهاب على هذه الحدود وأن الأردن بهمه عودة سوريا إلى الحضن العربي ثمن دعوة رئيس مجلس النواب ثمن دعوة رئيس مجلس النواب لرئيس مجلس الشعب السوري لحضور اجتماعات الاتحاد البرلماني العربي هذه رسائل أنا بأعتقد مهمة أنا ببني عليها تلتقطون منها إشارات أنا ببني عليها لأنه أنا التقيت مع جلالة الملك والتقيت مع الرئيس بشار الأسد وإحنا في مجلس نقبة لما التقينا مع جلالة الملك تحدثنا في موضوع سوريا ودور الأردن في إعادة إعمار سوريا وطبعا أثناء على ذلك وأعطى يعني مؤشر أنه ها أهد هيك يعني ها أهد وأكد ذلك هو بعدين في لقاءه مع الكتاب والصحفيين بعد يومين هو باذر بالحديث أن سوريا تعافت وبهمنا أن تعود العلاقات وإلى آخره أنا نقلت هذه الرسالة عندما التقينا الرئيس بشار الأسد قبل عشرة أيام نقلت هذه الرسالة وأيضا هناك اليوم رسالة قادمة وهي من رئيس مجلس النواب عاطم الترامنة نعم 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 هذه الرسالة للرئيس بشار الأسد نعم اللي هو بالحرف قال إحنا بهمنا وأنا طلبت من الرئيس بشار الأسد تقول له ما بكفي أن يكون هناك فقط يعني زيارات نقابية نيابية يجب أن يرتقي أن يرتقي مستوى العلاقة باللقاءات بحيث خاصة على المستوى الرسمي وهذا ما نود هو هو أنا طلبت منه أنا طلبت منه أن نرتقي بالعلاقة أن يعود السفيرين على المستوى الرسمي على المستوى على مستوى السفراء وأن يكون هناك زيارات متبادلة للغزراء والمسؤولين هذا ما صرف نقوم بترحه بعد قليل في ضوء ضعوة رئيس مجلس النواب عاطف الطرونة لنظيره السوري لمؤتمر البرلمانيين العرب هل يمكن القول أنه اليوم الأردن هو بوابة العرب نحو دمشق وهو من يدير ملف إعادة سوريا للحضن العربي شوفوا يعني إحنا مش بوابة برأي إحنا الأقرب إحنا جزء من هذه الدولة وجزء من هذه البوابة إذا بدك تسميها أنا برأيي الدعوة أيضا يعني عشان نعطيها حجمها الصحيح الدعوة الأولى صدرت من بناء طلب رئيس مجلس النواب الأردنية صدرت من الأمانة العامة لاتحاد البرلماني العرب يعني الأمانة العامة الرسمية الجهة التنفيذية التي تمثل قرارات دعني أحكي البرلمانات العربية أرسلت رسالة ورسالة أخرى أرسلها عاطف الطرونة رئيس مجلس النواب الأردنية كان فيه إصرار من رئيس مجلس النواب الأردنية على دعوة سوريا ووصلوا الرسالتين إلى دمشق وتقريبا أعلنوا موافقتهم على المشاركة وأيضا تم الاتصال مع نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني وكان مجلس النواب اللبناني مقاطع البرلمان العربي منذ فترة طويلة وأيضا وافق وأعلن استعداده للحضور يعني المؤتمر القادم رح يكون بالأردن في تاريخ ثلاثة ثلاثة رح يجمع كل الدول العربية دون استثناء شوفي أنا برأيي انعكساته على الأقل في الحديث رح يصير في وجهات النظر رح تكون إيجابية لأنه الآن أصبح في وجهتين نظر بالسابق كان بجوز وجهة نظر واحدة خلنحكي معادية نوعا ما معادية بغياب سوريا بغياب سوريا معادية أو لا يوجد من يمثل سوريا ويشرح وجهة نظرها الآن ستكون جميع الدول وبالأخص في دول عديدة تغيرت وجهات نظرها وحتى الموافقة كانت والدعوة بالتأكيد رئيس مجلس النواب الأردني شاور العديد من رؤساء البرلمانات العربية وأيضا أبدو استعدادهم بس أنا أركز أنه الأمان العامة لما تدعو نقيبنا بعرف لما أمان عامل اتحاد النقباء العرب مثلا تدعو معناته هذه موافقة ضمنية من جميع أعضائها أو من أغلبية أعضائها بهذه الدعوة والشغل الإيجابي أن عودة سوريا أتت بناء على رغبة العرب يعني عودة سوريا الآن في هذا المؤتمر يعني أنا أبدأ أحيي رئيس مجلس النواب من هون اللي أصر منذ فترة على عودة سوريا أو على دعوة سوريا وهذه ستكون نقطة تسجل للأردن بشكل عامل ممكن أن تؤثر هذه الدعوة وعودة سوريا للإتحاد البرلمانات العربية ممكن يكون لها تدعيات على القمة العربية شوفي أنا أحكي لك كأردن دول عربية في كثير فقدت الأمل فيها وإحنا شايفين الانبطاح الموجود على موضوع العلاقة مع العدو الصهيوني والتطبيع يعني هذا الانبطاح برأيي رح يكون عكس الاتجاه عكس التوجه باتجاه سوريا لكن دعوة أردن الآن يعني في القريب رح نشوف زيارة وزراء يا وزير النقل السوري رح يزور الأردن أو وزير النقل الأردن رح يزيد سوريا وهي تقريبها متفق عليها في بعض الإجراءات يعني عم تترتب يعني رح يكون هناك كسر الجمود الرسمي شوف احنا منحكي حكينا يعني هلأ فيه شي اسمه إرادة سياسية يعني بجوز حكينا كنقابة وكمجلس نواب إرادة شعبية لكن في النهاية بدنا إشي إرادة سياسية يعني احنا بالأخير احنا ممثلين شعوب وهي إرادة سياسية بالتأكيد لكن لما تكون إرادة رسمية من الدولة تكون هي إرادة سياسية زي ما أتحدث أنه التسهيلات خروجنا والعدد الخرجنا فيه وطريقة خروجنا وكتاب رسمي من مجلس النواب إلى السفارة السورية بأسماء الوفد وبوقت الزيارة بالتأكيد هنا في أنه أكيد رئيس مجلس النواب لما أقر أنه يبعث هذه الكتب والمراسلات بالتأكيد كان هو يعني خلنحك على مشاورة مع جميع الجوانب السياسية أو خلنحك القوى السياسية في الأردن فأنا اللي جاي كتير أحسن واللي جاي فتح الحدود أنت شوفي حجم التبادل التجاري اللي عم بيسير يعني حجم التبادل التجاري كبير عم بيسير شوفي عودة الحياء إلى مدينة الرمثة كاملة يعني مدينة الرمثة عدد عدد عشد نحكي 140-150 ألف رجعت الحياء لهم من فتح هذا المعبر ولسه الآن فيه فتح معبر رمثة الحدودي فيه حديث عنه وشفت أيضا يعني إخراج السجناء يعني السجناء اللي رجعوا كم واحد عملوا عملوا عند أهليهم فرحة والآن في وجبة جديدة يعني قريبا كمان من السجناء الأردنيين في سوريا رح يطلق صراحة ما دور رح يعملوا فرحة شعبية عند أهليهم عند مناطق هؤلاء نعم سننتقل الأستاذ مازن سعادة النائب قال أن العلاقات تصير بشكل جيد جدا وهناك تطورات متسارعة على كافة الأصعدة لكن هناك بعض الملفات العالقة بين البلدين كالتواجد الإيراني في سوريا ملف عودة اللاجئين السوريين ومخيم الركبان هل ترى أن البلدين قادرين على حل هذه الملفات؟ يعني خليني أنا أقول أنه استكمال لحديث سعادة النائب أنه إحنا الدبلوماسية الشعبية ترى أهم من الدبلوماسية الرسمية إحنا درسنا بالجامعة بقولوا السياسة فن الممكن الدبلوماسية فن الممكن إحنا عملنا أنه الدبلوماسية فن المستحيل إحنا غيرنا هلأ أنا ما بتصور الأردن الأردن بتتدخل في موضوع داخلي في سوريا ما سبق إلها تدخلات ولا رح تدخل وهذا أصلا سياسة جلالة الملكة لكن موضوع اللاجئين بين الأردن وسوريا خليني أحكي عن إيران إيران أوكي تفضل الآن موضوع الوجود الإيراني ليش نحتج على الوجود الإيراني إذا كان موجود أنا ما بعرف إذا كان فيه وجود فيه وجود بسلح إيراني أنا اللي بعرفه أنه فيه مستشارين لكن قوات بمعنى القوات ما فيه وحتى إذا موجودين فهو بموافقة الحكومة السورية كما هو الوجود الروسي لكن ليش مش محتجين الناس على الوجود الأمريكي الوجود الفرنسي الوجود التركي ما شفت حدا أعترض وقال إنه هذولا وجودهم غير شرعي ليش يعني بين قوسين وتحتها عشري خط الوجود الإيراني لا هذا الكلام مرفوض ما فيه وجود إيراني بالمعنى المقصود كما هو موجود للروس مثلا أو كما هو موجود لحزب الله واضح أنه هذا سياسة سياسة إسرائيلية سياسة صحيونية هذا مش ملف اللاجئين ومخيم الروسي جايك على ملف اللاجئين هلا ملف اللاجئين هذا ملف شائك أنا لا أخفيكي واضح الموضوع سببه سببه مش الأردن تركيا ولبنان في مقارب شخصية لدى بعض السياسيين اللبنانيين من عدم عودة اللاجئين السوريين إلى سوريا وأيضا لدى الحكومة التركية من عدم عودة اللاجئين أولا بيكسبوا منه ما بيكسبوا منه تمويل يعني من بره بيجيهم بيكسبوا منه ضغط سياسي على الحكومة السورية إحنا بالأردن بالأردن كنا يمكن متأملين نستفيد ماليا لكن عمليا ما استفدنا ماليا لأنه حسب تصريحات الحكومة إنه مجموع ما تم إذا كان يعني إجانا حوالي 30% مما هو مقرر فهم يعني اللاجئين السوريين عبئ علينا مش فايدة إلنا لكن هناك نحن أزمة اقتصادية لكن هناك يا أستاذ قانسي وفي جميع المحافظة نقول أن اللجوء السوري عبئ على الأردن يعني أهمية اليوم تسهيل عودة اللاجئين أنا هذا الكلام اليوم أنا طرقت الموضوع مع رئيس مجلس العين يجب الآن أن تتدخل الأردن لعودة اللاجئين لكن هناك نقطة مهمة هناك نقطة مهمة حسب القانون الدولي وحسب حقوق الإنسان لا يجبر اللاجئ أو النازح من قبل الدولة اللي هو لاجئ إلها أن تعيده إلى بلده يجب أن يعود طوعيا فالعودة الطوعية بدك تعملي له التهيئة التهيئة أنه ما تخوفيه من العودة لأنه إحنا الآن في إعلام أنه ترى ديروا بالك اللي بده يرجع على سوريا ترى تنقص رقبته اللي برجع على سوريا ترى بصير فيه هيك لا الحقيقة يمكن أنا اليوم بالمؤتمر الصحفي وضحتها أنه فيه ثلاث أنواع من اللاجئين أو النازحين أو المعارضة فيه عندك المعارضة السياسية السلمية اللي موجودة برا وعندك العسكريين اللي هم إما يعني انسلخوا عن الجيش والتحقوا بالمعارضة المسلحة أو اللي هاربين من التجنيد وبدهم مش يتجندوا بدهم مش يلتحقوا بالتجنيد وفيه اللي همنا أصلاً أوردي يعني معارضة مسلحة وحاربت جوا واللي إحنا منسميهم إرهاب والحكومة الأردنية سمتهم إرهاب لما قالوا نظفنا لحدود السورية الأردنية ساعدنا الجيش السوري على تنظيف المنطقة من الإرهاب إذن ما بصير أنا عندي إرهابي وعند سوريا مش إرهابي اللاجئ السوري المدني يستطيع أن يعود وأنا من خلال منبركو برد أنا بأكدها وبالتنسيق مع نقابة المحامين السوريين أي مواطن سوري موجود داخل الأردن ويرغب بالعودة إحنا مستعدين نساعده ونسهله العودة هذا ما نتمنى أستاذ مازل لكن معنا فاصل مشاهدينا نتابع الحوار مع ضيوفي الكرام لكن بعد الفاصل أهلا بكم مشاهدينا من جديد ونعود لاستكمال الحوار مع ضيوفي الكرام توقفنا عن موضوع ملف عودة اللاجئين والركبان وسنستكمل هذا الجانب من السؤال مع سعادة الأستاذة طارق الملف عودة اللاجئين وملف أيضا مخيم الركبان وهو ملف جدا حساس مخيم الركبان وتحدث فيه كثيرا وزير الخارجية الأردني هل ترى أن البلدين قادرين على حل هذه الملفات؟ شوفي مخيم الركبان الأغلبية هو اللي فيه من الإرهابيين يعني 70-80% من إرهابيين ومن داعش ومن النصر ومن الجيش الحر هاي 100% ومعروف لدى الحكومة الأردنية ولدى الحكومة السورية الحكومة السورية عندها مطلب واحد لعودة هؤلاء الناس بدهم فايل أمني تفصيلي من الدولة الأردنية بما يتعلق بكل شخص فيهم فايل أمني تفصيلي يعني هالعدد الموجود مهما كان عدده كل واحد شوف فايله الأمني فايله خلنحكيه من مخيم الركبان من قاطنين مخيم الركبان من الدولة الأردنية من الحكومة الأردنية تقدم لهم فايلاتهم الأمنية لهؤلاء الموجودين لكن تصريحات وزير الخارجية يقول أن مخيم الركبان تحت سيادة الأراضي السورية وبالأراضي السورية لكن الموجود والدخول والخروج والطعام وكذا ليس من الأراضي السورية يعني هذا من الأراضي الأردنية وحتى العلاقة والتواصل وكل شيء من الأراضي الأردنية يعني فايلهم الأمني لكل واحد من هؤلاء الإرهابيين موجود لدى الدولة الأردنية لدى الحكومة الأردنية وقادرة أنها تقدموا الحكومة السورية تقدموا لي هالفايلات الأمنية عن كل واحد وشو دوره وشو عمل وين قاتل ومع مين قاتل وإحنا جاهزين للإرجاعهم البريء الله معه المو بريء من عرضه ونحطه للمحاكمة فهون راح يكون في خلاف لأنه هدول زلم أمريكا يعني بالأخير هدول تدريب أمريكا هدول دفعت عليهم أمريكا يعني هدول بالأخير بدوا يصير عليهم قصة كبيرة أو تهجيرهم إلى مكان آخر في حرب تحرير الجنوب السورية الولايات المتحدة تخلت عن مقاتلها في سوريا لا مش تخلت لا لا موتخلت هاي شق آخر سياسي آخر مش تخلت تركت الدور لتركيا أكثر وهاي شق تاني بالعكس هو التفاهمات السياسية لمصالحهم أوكهم يتخلوا عن الأكراد نوعا ما بس ما هي أمريكا لا أقول في الجنوب السوري في الجنوب لا بالجنوب أقول لي تفاهمات يعني جنوب السوري كله تفاهمات من اللي أنا برأيي يعني حتى موضوع درعا كان تفاهم اليوم الأول موضوع درعا يعني موضوع درعا كان تفاهم أردني روسيا أمريكي سوريا من اليوم الأول يعني وحتى هلأ منحكي عن اللاجئين وإسرائيل أيضا هناك كان هناك كانوا يدخلوا المقاتلين نحكي عن اللاجئين مثلا طب اللاجئين الآن يعني هالدول اللي عم بتقدم مساعدات للاجئين ما بترى تقدمتهم هاي المساعدات داخل أراضي السورية هي قادرة لماذا لا يعودوا إلى داخل أراضي السورية وتخدم لهم نفس المساعدات التي تخدمهم بالأراضي الأردنية والمناطق الآمنة صفت واضحة ومعروفة برجحها وكمل مساعدة إذا أنا حاب أساعدهم أما عندما يكون الدولة السورية مصلحة عودة اللاجئين لأن عودة اللاجئين يعني عودة الحياة عودة الحياة عودة الإعمار فكل هذا يرتبط عودة للاجئين أوكي هناك عودة للاجئين لكنها أنا برأيي ليس بالعدد المناسب اللازم يكون لازم تكون عودة اللاجئين بشكل أكبر وأوسع طب تحدثت عن موضوع عودة الإعمار ألا ترى أنه من المبكرة اليوم الحديث عن مشروع عادة الإعمار في سوريا لا سيما أنه لا يوجد إلى الآن عملية سياسية بهذا المعنى القوي على الأرض شوفي أنا بحكي عادة إعمار المناطق السكنية يعني هدول اللاجئين اللاجئين اللي يجوا على الأردن لما يعودوا إلى مناطقهم بالتأكيد رح يعيدوا إعمار بيوتهم أنا ما بحكي عادة إعمار بشكل عام كمشروع دولة كامل أنا أتحدث عن المناطق يعني مخيم اليارموك مثلا وسط المخيم هو المخيم القديم سمحوا للعائلات بالعودة وإذا بتروح اليوم بتشوفيه بتحسي أنه 60-70% ولا كأنه فيه إشي ليش؟ لأنه سمحوا لسكان القصيين بالعودة عودة السكان القصيين يعني الصيانة يعني تنظيف يعني ترتيب يعني عودة الحياة يعني عودة الأمان فعودة اللاجئين هامة وهمة جدا والأستاذ حكى نقطة مهمة هي ورقة ضغط ضد دولة السورية لأنه فيه انتخابات قادمة كل اللاجئين السوريين الخارج الدولة السورية هدول بيستخدموها ورقة ضغط يعني بموضوع الدستور السوري وموضوع الانتخابات الرئاسة السورية ورقة الضغط الوحيدة اللي بييد أعداء سوريا هي اللاجئين رح أسأل الأستاذ ماذا بمعنك رجل قانون ومحامي جينيف سوف تكون المحط الأبرز في الملف السوري لمناقشة الدستور القادم هل ترى أنه في لقاء جينيف سيكون ينتج دستور موحد لسوريا أم دستور يؤثر بالكونفدرالية وتقليل صلاحيات دمشق عن باقي الأقاليم السورية أنا بتقديري أنا بحكي الآن سياسة مش قانون بتقديري أنه سوريا لن تقبل لن تقبل بأي حال من الأحوال أن يفرض عليها نظام سياسي عكس ما هو موجود بالدستور الآن أنا هذا أجزم فيه لأنه إذا بنرجع لوراء لما كانت في بدايات الأزمة وفي منتصفها وكان هناك ضغط شديد على الحكومة السورية وحاولوا أنهم يعملوا من جينيف محطة للتلاعب في الدستور السوري لا كانت الحكومة السورية صامدة ورفضت إجراء أي تعديل هلأ أي تعديل بالدستور السوري هذا بده يكون حسب أحكام الدستور يعني بده بده مجلس شعب وبده قرار رئيس جمهورية وأحيانا إذا بدك تسوي دستور جديد بده استفتاء طب هلأ هذا كله هذا شروط يعني أهمية اليوم تعديل الدستور ليكون مناسب المرحلة القادمة أنا اللي شفته أنا اللي شفته ترى هم مستعدين يعملوا أي تعديل برضاهم وليس بالضغط الخارجي لا دولي ولا غيره الرئيس بشار الأسد أنا من خلال كذلك هو ما عنده مانع ما عنده مانع بموافقة الشعب ومجلس الشعب أن يجري أي تعديل برضا الشعب وليس بأي ضغط خارجي هلأ لا جنيب ولا سوتي ولا أستانا ولا أستانا بقدروا يغيروا أي شيء وأنا قلت لك تنقيب المحامين السوريين اللي هو ضيف عنا الآن هو عضو لجنة الدستور وعضو سوتي كويس هو تصرح اليوم بالمؤتمر الصحفي اللي أنت كنت حاضرته وقال لن نقبل هيك بالحرف حكاها ولما بيحكي لن نقبل أن يكون هناك أي فرض علينا لتغيير الدستور أو تغيير شكل النظام هذا كلام مرفوض ولا يقبل نهائيا إحنا بنحكي الآن سيبك من موضوع القانون ومن موضوع هاي فيه إشي اسمه سياسة والسياسة الآن هي اللي الآن بتلعب وأصبحت يعني الحكومة السورية الآن والدولة السورية في موقف أقوى بكثير من قبل سنتين وثلاثة وبدعم روسي صيني إيراني هذا صار محور خلص ما بتقدري تخرج عنه فعمليا رح يصير والحكومة السورية أو الدولة السورية بتوافق على تغييرات في الدستور لكن تغييرات لا تغير ليس تغييرات جذرية شكل الدولة السورية هذا واحد اثنين إشي اسمه كونفدرالية هذا استبعدية لا كونفدرالية ولا فدرالية ولا أي شكل ليش ما أقول لك أنا لا يقبلوا تغيير الشكل السياسي للنظام إنه الدولة السورية دولة واحدة يعني قصة إنه مثلا والله أنا أقططع جزء للأكراد هذا مرفوض الأكراد بيكونوا ضمن الدولة السورية وأصلا يعني هم كان محهم شبه حكوم ذاتي لما قبل الأحداث 2011 ويمكن اتفاق أظنى اللي صار سنة 1998 بين الحكومة السورية والحكومة التركية الآن تركيا عم بتطالب العودة إله مع أنه تركيا هي اللي نخضته لاحظة أنت كيف يعني الدول بتلعب على مصالح حلق مصلحة الدولة السورية أهم فتغيير شكل النظام في سوريا أنا بتقديري الشخصي هذا من سابع المستحيلات لكن أن يتم الاتفاق على مثلا أنه والله ما فيش رئيس الجمهورية يترشح من وين ما كان هلأ موجود أدلوا المادة ثبانية وانتهين فلما ترشح بشار الأسد آخر مرة ترشح مع ناس كثير مش بعثيين ولا حزبيين ناس مستقلين ناس اقتصاديين 2022 أظن في عادة انتخابها هلأ حسب المدة يعني ناس يقدرهم هاي لكن أنا أنا بدي أقول لك أرجع لك على نقطة الضغط على سوريا من باب اللاجئين هم بيعتقدوا هيك هم بيعتقدوا أنه هذول اللاجئين بيضغطوا على الحكومة السورية لكن إذا شاهدنا انتخابات الرئاسة السورية لما جرت إحنا شفنا بلبنان هنا قبل لبنان إحنا شفنا هنا عنا بعبدون شفنا الطوابير اللي كانت جاي وانتخبت بشار الأسد وما حدا أجبرها يعني مش معقول الحكومة الأردنية أجبرت السوريين نقول تعالوا هلأ انتخبوا بشار الأسد ولا بلبنان اللي هم أصلا رئيس الحكومة سعاد الحريري اللي هو ضد سوريا أجبر الناس يروح يصفوا طوابير ويستنوا ساعات لشان ينتخبوا فهم إذا كانوا بيعتقدوا أنه هذول اللاجئين هذول اللاجئين ممكن أن تكون ورقة الضغط هم غلطانين هم بجوز اللي بالركبان آه يكونوا ورقة الضغط باعتبارهم مسلحين وقد يتحولوا إلى جزء من الإرهاب داخل سوريا ممكن لكن يمكن الآن إحنا الأردن بهمنا أنه هذولا يعني إذا بيضلوا بالركبان يضلوا أو بعدين أبصر وين نروحهم يا أما تحت التراب يا فوق التراب المحل الثاني هذا إشي تالي هذا مهم طبعا طبعا ولا تنسي أنه الآن الضغط على سوريا في موضوع إدلب موضوع إدلب الآن فيها أكتر من 15-20 مش معروف العدد 15-20-30 ألف أجنبي هذول الأجانب كلهم من وين من أوروبا فلاحظة أنت الأوروبيين بيضغطوا بدهم مش إياهم يطلعوا من هناك بدهم مش إياهم لأنه خايفين يرجعوا لهم أستاذ طارق اليوم بعد سبع سنوات من الحرب في سوريا هل يمكن القول أن الأزمة في سوريا في نهايتها أم أنه تحول الصراع إلى شكل من عسكري إلى سياسي شوفوا أشي أنا عندي ملاحظتين ملاحظت أقول أنت أسئلتك لأن أستاذ مازلت أزدق دي اسمي أكثر من أسئلتي أصدق أني بغاوز معه رح أرجع لك إذن في السؤال الدستور لأنني بعرف أنه الدكية أنت سؤالي كان الحرب في سوريا أنا أبدأ أحكي بس نونا عدل بدل فيه على على السوريا على السوريا نعم أيدي السؤال عشان الحرب أستاذ طارق جينيف سوف تكون المحطة الأبرى في الملف السوري لمناقشة الدستور هل ترى أن اللقاء جينيف سينتج عنه دستور موحد لسوريا أم أنه دستور يؤثر للكونفيدرالية وتقليص صلاحيات دمشق شوفي أنا والله أنا غقيق أنا بدي أعترض أكلمة دستور موحد أول إشي هو دستور بداية ثانيا إحنا يعني في جلستنا لما زلنا الوفد البرلماني وزير الخارجية السوري يعني وليد المعلم تحدث بشدة حول هذا الموضوع وحكى لا تراجع يعني مطلوب منهم مثلا كلمة عربية عن الجمهورية العربية السورية مضبوط هذا مرفوض موضوع يعني خلنا حكي العلمانية الدولة في التصرف هذا ممنوع التدخل فيه حرية الديانات ممنوع التدخل فيه وحدة الأراضي السورية ممنوع التدخل فيه يعني أنا برأيي تعديل الدستور السوري إذا بدأ يقته بدأ يصير عليه إشي زي ما حكى الأستاذ من الداخل زي ما بيصير بالأردن كيف من فترة فترة من عاله بما يتناسب مع الأردن وما يخدم مصر الأردنية بالتأكيد لكن أنا حسيت من وزير الخارجي السوري أنه يعني خط أحمر موضوع التدخل في الدستور السوري أو الضغط أو إجراء أي عملية ضغط لتعديل الدستور السوري بما لا يتناسب مع الشعب السوري لازم الدستور السوري يكون يتناسب مع الشعب السوري هذا يعني تأكيد سمعناه بدأنا كل الوافد الأردني اللي كان موجود عشان هيك بقدر أنقله بأريحية طب الصراع في سوريا هل تحول من صراع عسكري إلى صراع سياسي برأيك؟ عسكري إلى سياسي لا بالتأكيد أنه راح تضلها سوريا مستهدفة يعني استهدفت عسكرية وهزموا المعتدين اللي قادوا بالحرب على سوريا أنا برأيي ووضع السوريا المنتصر من كلام نقيب المحامين السوري اليوم لما يحكي بالمؤتمر الصحفي بها القوة من مقابلته على قناة المملكة يعني من قلام الرئيس بشار الأسد من كلام رئيس وزراء كلهم كلامهم كلام منتصر فأنا برأييي عسكريا الأعداء هزموا أو من يريد استهداف سوريا هزم الإرهاب هزم الآن سيحاولوا سياسيا بالتأكيد لكن محور وحلفاء سوريا اللي صمدوا مع سوريا سبع سنين بحرب أنا متأكد ما بتخلوا عنها في نقاشات سياسية لأنه صبروا بالأوقات الصعبة ما بغاوز معك في الأسئلة وما بعطيك الأسئلة الدسم الدسم هرح أسألك سؤال هناك قمة روسية إيرانية تركية في الفترة القادمة بشأن الخطر عفوا عن التواجد الإيراني في سوريا هل هو الخطر الاستراتيجي للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة يعني هل يمكن أن يتم رسم الوجود الإيراني في سوريا خلال القمة القادمة جميل أن تركيا تتحدث عن الخطر الإيراني والسعودية تتحدث عن الخطر الوجود الإيراني ونسي خطر الوجود الصهيوني يعني هاي دليل على انبطاحهم وعلى غاياتهم وعلى وين أهدافهم وين سياساتهم أنا برأيي إيران حليف لسوريا حليف قوي لسوريا كيف الأمريكان حلفائنا كأردن كيف الأمريكان حلفاء قطر كقطر ليش فيه بالأردن قواعد حربية أمريكية وممنوع يكون وجود عسكري إيراني لحلفاء سوريا الإيرانيين ليش ممنوع يكون لحلفاء سوريا الروس قواعد شوفيها هاي الأزرق فيها قاعد عسكرية أمريكية وفيها قوات وجيش أمريكي وهذا يعني احنا مع أنه ما في إيرانية يعني زي ما حكى فيه خبراء فيه ناس متخصصين مزبوط لا يوجد لا من حزب الله لا من حزب الله ولا من إيران جيش يوجد الآن في سوريا الآن كلهم خرجوا في روس في قواعد روسية موجود قواعد روسية لأنه أصلا العلاقة روسيا بلعك لماذا هذا الاهتمام الإيراني في سوريا حليف حليف وين المشكلة أنا حليفة طبعا حليفة وبعدين زي ما نحكي لماذا هذا الاهتمام الروسي الدولة الوحيدة اللي أعطت أكسس أعطت دخول للمتوسط لروسيا سوريا قبلوا كل الدول العربية الوحيدة اللي سمحت لروسيا تدخل على المتوسط هي سوريا وبعدين أنا برأيي سوريا قدمت فضل كمان لروسيا من أعاد روسيا للخطبية سوريا نعم طب هل تعتقد أن روسيا تستطيع اليوم صنع حال سياسي في سوريا شوفي روسيا بالأخير احنا بنحكي أوكي دولة وحليف وكذا بس بالأخير هاي الدول اللي هم مصالح وقالها تشابك مصالح وقالها يعني ممكن توافقات يعني مع الأمريكان ممكن تصير مع الأتراك ممكن هون ممكن هون احنا بهمنا الآن أنه سوريا عادت قوية أنا برأيي أي حل سياسي قادم راح يكون دور ورأي لسوريا فيه وهو الرأي الأساسي قد تستجيب إلى حلفائها سوريا لكن مش بما يظل مصالحها نعم شكرا لك على عجالة أستاذ مازن اليوم بعد سبع سنوات من الحرب على سوريا هل يمكن القول أن الأزمة السورية انتهت يعني شبه انتهت شبه انتهت لأنه هو بقي بعض الجيوب ويمكن الآن اقتصاديا مستهدف لا شك لا شك أنا سمعت أنا سمعت من الرئيس بشار الأسد اللي قابلناه قبل عشر أيام قال لا تقولوا انتصرنا أخشى كلمة انتصار أن تهبط عزيمتنا لأنه ما هو قادم ليس حرب عسكرية وأنه ما هو قد يكون حرب سياسية اقتصادية وبرضو تكمل إلى حديث سعد النائب سعد طارق ما لم يأخذوه بالحرب لن يأخذوه بالسياسة نعم شكرا لك أستاذ مازن شكرا لك سعد نائب طارق خوري مشاهدين وصلنا إلى ختام الحلقة مع ضيوفي الكرام كان معي نقيب المحامين الأردنيين الأستاذ مازن رشيدات شكرا لك وأيضا معنا سعادة النائب طارق خوري شكرا لك سامحنا أنه ما سأنا عليك الأسئلة شكرا لكم شكرا لكم مشاهدين على حسن المتابعة نلقاكم غدا بإذن الله شكرا لكم